كارولينا ليست هناك ردود على هذه المواقف الأمريكية والغربية الأخيرة بالتحديد لكن اليوم مستمعنا إلى العديد من المواقف الروسية الرسمية التي تحدثت عن المسألة الأوكرانية عن كيفية أو النظرة الروسية لكيفية تسوية النزاع هناك وهذه النظرة التي سطرها وكرس المسؤولون الروس في تصريحاتهم كون هذه المواقف الروسية وهذه النظرة الروسية إلى كيفية الحل لم تتغير هناك ما زالت ترتكز إلى ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك لعام 2015 والتي تمخض عنها قرار في مجلس الأمن الدولي وباتت جزءا من القانون الدولي كما قال ووصفها وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف تنتظر روسيا أن تقوم كيف بالحوار المنشود مع ممثلي جمهوريتي لغانسك ودانيتك المعلنتين من جانب واحد كون هذين الطرفين هما طرفاء النزاع في أوكرانيا روسيا تستطيع القيام بدور الوساطة كما يقول المسؤولون الروس تستطيع المساعدة في تقريب وجهات النظر لكنها لا تستطيع أن تقوم به أطراف النزاع وبما هو مخول به أطراف النزاع للقيام به إزاء هذه الاتفاقيات وبما هو منوط بها بمجب التزاماتها من الاتفاقيات المعروفة لكن في نفس الوقت كارولينا يجب الإشارة إلى بفعل دخول حلف شمال الأطلسي ودخول دول أوروبية على خط هذه الأزمة ما يعقدها وهو أيضا ما تحدث عنه المسؤولون الروس اليوم ما يزيد الطين البلة هو تعزيز قدرات كيف الدفاعية والعسكرية وتزويدها بمزيد من الأسلحة وربما هناك أيضا دعم معنوي تتلقاه كيف من جراء هذا الدعم وهو ما ربما يدفع بها باتجاه المزيد من المواقف المتشددة والمعادية للجانب الروسي والتي لا تسهم في حل القضية وفي حل حالة هذا النزاع